قراراتي تكون ذاتية مع الحفاظ على المبادئ والقيم هناك صعوبات كثيرة في دخول المرأة في عالم السياسة كوننا مجتمع شائر لكن اتم دعمها وتمكينها والوثوق بها أكيد مما لا شك فيه سوف تبدع نحزن كثيرا اليوم نشوف كثير من الرجال ما يدعمون المرأة في انتخابها رجل ما ينتخب رجل والمرأة أيضا بصورة عامة في أغلب الأحيان لا تنتخب المرأة هذا أمر محزن جدا لكن نتمنى من النساء القادرات لديهن الفكر الواعي ولديهن القدرة على تغيير هذه النظرة ويملكن الرؤى الناضجة بالتقدم للانتخابات ليتم تغيير هذه النظرة ما ممكن لأي بلد أن يحقق التنمية الشاملة إذ لم يتم دعم المرأة اقتصاديا وماديا وسياسيا لا بد من دخول المرأة في حتى دهاليز السياسة ليتم تغيير الواقع المريرة الذي اعتدنا عليه لا يمكن للمرأة أن تكون شريكة تقليدية في السياسة وإنما لاعبة أساسية في صياغة القرار السياسي